شيخ صالح الطيور والقيام بتربيتها ما حكمه؟ لا بأس بذلك لكن بشرط أن يؤمن لها ما تحتاج إليه ولا يهملها في طعامها وشرابها لقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فلا بأس باقتناء الطيور بشرط أن يقوم بما تحتاج إليه من طعام وشراب ومأوى ولا يعذبها سواء اقتناها للأكل أو اقتناها للبيع أو اقتناها للزينة لا بأس بذلك أصحاب هذه الطيور الشيخ صالح حفظكم الله يقولون بأننا ننشغل بها ولا نقع في المخالفات والمحرمات لا هو ليس الغرض من ذلك أنه يتسلى بها عن المحرمات الغرض من ذلك ما ذكرنا إما أنه يبيع منها نعم وإما أنه يأكل منها وإما أنه يتخذها للزينة يقولون صحيح نعم